تلقى صاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زين الرئيسة مجلس النواب رفعت فيها إلى سموهية هانية والتبركات بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية وأكدت معاليها على أن ما تحقق من إنجازات لمملكة البحرين في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والدعم المستمر من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ساهم في تحقيق الأثر البارز في نجاح وسير أعمال السلطة التشريعية ما وضع مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة من خلال سلسلة المشاريع التطويرية الهامة التي تم إنجازها على مختلف الأصعيدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة